قمة تركية إماراتية هل تعتقد يا سيد محمد أن ربما خريطة المصالح في المنطقة ربما تشهد تغيرا ما بداية أرحب فيك ورحب بساعدة المشاهدين طبعا تأتي هذه الزيارة إلى دعوة كانت رسمية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عندما زارت تركيا وكانت هناك دعوة لزيارة الرئيس طيب أردوغان لدوت الإمارات العربية المتحدة طبعا الشراكة الاقتصادية أو الدوافع الاقتصادية هي أحد أسباب التنمية والازدهار في المنطقة وخاصة بين الشعب التركي والشعب الإماراتي لذلك أعتقد أن الاقتصاد والشراكة الاقتصادية أصبحت الآن هي نموذج واضح لعمق العلاقات الاستراتيجية المرتبطة ما بين الدول الإمارات للأمانة استبقت الجميع في الملفات الاقتصادية وفي مجالس التنسيق الاقتصادي ووقعت اتفاقيات كثيرة مع دول كبيرة جدا ودول شرق آسيا ودول أيضا أوروبا فيما يخص الاقتصاد ومنها الآن نشاهد توقيع الاتفاقيات التي كانت في تركيا واليوم تأتي الزيارة للرئيس طيب رجل أردوغان لدوت الإمارات الإمارات استبقت أيضا الجميع في التنويع مصادر الدخل بالإضافة إلى العلاقات والتوازن الواضح في بعض الملفات في المنطقة وهذا أعطى ثقة كبيرة جدا ومؤشر واضح لقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد للسياسة الإماراتية في المنطقة هل هناك تطورات تحدث في المنطقة؟ أعتقد هناك تطورات إيجابية أصبحت أبو ظبي ولله الحمد هي عاصمة القرار في المنطقة وهي قلب العالم الحديث الآن ونشاهد زيارات كثيرة جاءت إلى أبو ظبي من رؤساء دول وأيضا من رؤساء حكومات وأيضا كان استقبال وزيارات عديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بالزايد هدفها الأول والأخير هو بناء جسور للتعاون والسلام والاستقرار للمنطقة لهذا نشاهد هذا الاستقرار الآن الاقتصادي المتنامي المرتبط بالنمو ما بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنوي لمصلحة الشعوب والمنطقة هناك أيضا تطورات إيجابية في ملفات مختلفة أيضا تشهدها تركيا والإمارات خاصة في منطقة الشرق الأوسط وهذا أيضا بناء على النهج الراسخ لذوت الإمارات العربية المتحدة في دعم السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط